اهلا بكم في قناة هودا جاد للكروشي والاعمال اليدوية براحب بكل متابعي القناة لو اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة بعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل الديد وعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفق مساء الخير اهلا بكم حبيبي زيكم عامين ايه يا رب تكونوا بالف خير مشروع النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة جميلة جدا بخيط الخيش زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هنعمل شنطة مدورة اوكي زي ما شفتوا في بداية الفيديو الادوات بتاعتنا هنستخدم طبعا الخيط الخيش الخيط دوات انا كنت استخدمته قبل كده في الشنطة بتاعت البحر وزي ما قلتلكم بصراحة هو كان حلو والنتيجة بتاعته جميلة جدا عن تجربة يعني البقرة جميلة جدا وكمان الملمس بتاعها شوية مش حد قوي هنستخدم معنا الخيط اوكي وبعد كده الدراعين بتوع الشنطة زي ما حضراتكم شايفين كده وهستخدم معايا برضو القفل دوات علشان هنقفل بيه الشنطة بس للاسف يعني انا ممكن مراكبوش المرادي علشان انا جبت دول في يوم وفي مرة تانية نزلت كنت متخيلة انه قده نفس اللون بس للاسف طلع اللون مختلف زي ما حضركم شايفين كده فانا هستنى لما اجيب اللون وابع راكبها طيب هنستخدم معنا الخيط الخيش ده انا كنت اشتغلت بابرة رقم خمسة تمام وهنستخدم المقص معنا في التنظيف والابر بتاعت كمان التنظيفة علشان خاطر احنا هنشتغل بالابرة الكبيرة دي في تقفيل جوانب الشنطة طيب احنا هنركن دول كده كلنا هنحتاجه كمان بعد الادوات دي هنحتاج معنا قطعتين من اللخيش زي ما حضركم شايفين كده انا اشتغلتهم كده برا الكاميرا علشان خاطر وقت الفيديو بس انا هننفذها معاك دلوقتي وهوريك كل تفصيلة وكل غرزة عملناها زي عملت اتنين كل اللي هنحتاجه يعني هنحتاج قطعتين نفس المقاس مقاسهم واحد وهنحتاج قطعة كمان من الكروشي كده كده علشان خاطر نعمل الجناب بتاعتنا بتاعت الشنطة اللي هنقفل بها الجزئين دول مع بعض كده وهنشوف كل ده عملي دلوقتي ان شاء الله مع بعض خطوة خطوة هنركن دول كده دلوقتي وزي ما قلت هتستخدمي مع الخيش ابر رقم خمسة او خمسة ونصة كمان على حسب اللي هيريح ايديك في الشغل دلوقتي انا هستخدم معاك والخيش دوت هو ده قطن عشان خاطر التصوير وكمان فطلته كبيرة شوية بحيث ان احنا نقدر نشوف الغرز بتاعتنا هتكون واضحة اول حاجة معانا هنشتغل الدايرة السحرية بتاعتنا بالمنظر دوت وهجيب هستخدم ابرة هنا كده كبيرة وهنلف كده قوض هنطلع من الدايرة هعمل سلسلة علشان خاطر اقافل بيها الدايرة بتاعتين بالشكل دوت وبكده انا عملت الدايرة السحرية هرتفع سلسلة واحدة وحدخل جوه الدايرة السحرية دي هعمل عشرة غرزة حشر واحد اتنين هكملهم عشرة وارجع لكم انا كده اشتغلت عشر غرز من غرز الحشو وهقفل الدايرة بالشكل حضراتكم شايفينه ده هنقفلها قوي خالص علشان ما تبقاش فيها اي فراغات على قد ما نقدر كده وبعد كده هوت هنيجي هنا في اول غرزة احنا كنا عملناها هنشتغل كده هندخل ونسحب ونقفل بغرزة منظلقة زي ما حضراتكم شايفين كده وكده هوت انا قفلت السطر بتاعي وده هتكون عندي خلص كده اول غرزة فانا هعلمها بمركر بالشكل دوت طيب اللي هعمل ايه بعد كده احنا نشتغل طبعا بشكل حلزوني مش هنقفل خلص لنرتفع بسلاسل هنيجي في الغرزة اللي وراها في الدلع الخلفي من الغرزة هسحب الخيط كده واعمل غرزة خشو تاني في نفس المكان وهنشتغل غرزة حشو يبقى انا عملت تزايد في اول غرزة قبل اثنين هجي في الغرزة اللي وراها في الدلع الخلفي وهشتغل اثنين غرزة حشو في نفس المكان والغرزة كمان اللي بعدها في الدلع الخلفي هشتغل غرزة حشو وفي نفس المكان التاني هنشتغل غرزة حشو يبقى هنشتغل كده هوت في كل غرزة تقابلني من العشر غرز في الدلع الخلفي بتاع الغرزة هشتغل اتنين غرزة حشو هكمل الدور ونرجع نشوف هنقفل ازقي انا كده وصلت لنهاية الدور واشتغلت في كل غرزة في الدلع الخلفي ليها غرزتين يبقى انا كده عملت الدور الاولاني ده كله تسايد ولو عدت الغرز عندي هنا هلاقيها عشرين غرزة تمام كده طيب بعد كده هوت هنشيل المركر بتاعنا وحنيجي في اول غرزة هندخل برضو في الغرزة الخلفية للشوبر وحبتدي اعمل غرزة حشو ولازم اعلمها برضو بالمركر علشان ما اغلطش دي معي اول غرزة في الدور رقم اه اتنين اه تلاتة سوريا اه هنشتغل في كل غرزة بقى تقابلنا غرزة واحدة بس غرزة حشو واحدة بس وبرضو فين؟ في الغرزة الخلفية للغرزة الدلع الخلفي هنا اهو ادخل اسحب الخيد كده واطلع منه يبقى حيب عندي في نهاية الدور دوت عشرين غرزة في الدلع الخلفي زي ما حضرتكم شايفين كده نخلص الدور ونرجع وصلت لنهاية الدور وزي ما انتو حضراتكم شايفين كده ده الشكل معي بتاع الدايرة ووصلت هنا هوت لاول غرزة عندي هبتدي ادخل في برضو الدلع الخلفي زي ما قلتلكم انا هنا هوت لو عرضتهم هلاقيهم عشرين غرزة هسحب كده اوكي وبرضو غرزة حشو وهعلم لان دي عندي اول غرزة في نفس المكان اللي انا وقفة فيه هنزل تاني وهعمل غرزة حشو وهنا هيبقى فيه تزايد في السطر دوت غرزة غرزة تاني يعني اول واحدة عندي عملت فيها تزايد الغرزة اللي وراها هشتغل فيها غرزة واحدة الغرزة اللي وراها هشتغل فيها تزايد يعني اتنين غرزة حشو في نفس المكان اللي وراها غرزة واحدة واللي وراها غرزتين في نفس المكان واحد اتنين واحد اتنين وهكذا لنهية الدور كده اتنين يبقى اللي وراها غرزة حشو واحدة والغرزة اللي وراها اتنين غرزة حشو في نفس المكان هنشتغل بنفس الطريقة كده لنهية الدور كده وصلنا خلاص لنهاية الدور ووصلت هنا واتل الماركر طب الدور الجاي بقى هنشتغل ايه هنشتغل في كل غرزة تقابلنا غرزة واحدة يبقى انا هشتغل استطر كله مبارا عن غرزة واحدة في كل غرزة تقابلني هنا غرزة كل ده انا بشتغل في الدلع الخلفي للغرزة هنشتغل بالطريقة دي في كل غرزة تقابلنا من غير تزايد غرزة فوق كل غرزة هنكمل السطر للنهاية ونرجع وصلت لنهاية الدور زي ما حضرتكم شايفين كده اشتغلت فوق كل غرزة غرزة من غير اي تزايد هنجي هنا هوت فاول غرزة عندنا ونبتيجي نعمل غرزة الحشو بتاعتنا ونعلم اول غرزة هنا هشتغل فيها اتنين آآ غرزة حشو علشان انا الدور ده هشتغل فيه تزايد اتنين غرزة حشو بعد كده هوت غرزة واحدة حشو والغرزة اللي وراها غرزة حشو وبعد كده الغرزة رقم آآ تلاتة هعمل فيها تزايد يبقى انا هشتغل تزايد غرزة مفرد وغرزة مفرد تزايد غرزة وغرزة بالشكل ده هنمشي بالطريقة دي هنا كده كان عندنا تزايد بعد كده هنشتغل غرزة واحدة مفرد وبعد كده غرزة واحدة مفرد تاني والغرزة اللي وراهم هعمل فيها التزايد يعني اتنين مفرد واحدة تزايد اتنين مفرد واحدة تزايد وهشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر كله فانا هنا هخلص السطر في التزايد ونرجع انا كده وصلت لنهاية الدور وزي ما حضراتكم شايفين اتكون ده الشكل عندي ودي الغرزة بتاعت الشنطة طيب هنا هو احنا هنزاود بقى بعد كده ازاي في السطور اللي جاية احنا كنا اخر حاجة وصلنا ان احنا كنا بنشتغل اتنين مفرد وغرزة فيها تزايد تمام السطر اللي بعد التزايد دايما انا هعمل سطر عادي خالص من غير تزايد يعني هشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس تمام فكده السطر اللي جاي هنشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة طيب بعد ما خلص السطر ده السطر اللي بعديه هشتغل فيه تزايد انا هنا كنت بشتغل اتنين مفرد واحدة تزايد السطر الجديد هيبقى تلاتة مفرد واحدة تزايد تلاتة مفرد واحدة تزايد هشتغل بنفس الطريقة تلاتة مفرد وواحدة تزايد لغاية لما خلص السطر السطر اللي بعده هيبقى سطر عادي خالص فوق كل غرزة غرزة واحدة بس بدون تزايد هشتغل بنفس الطريقة سطر تزايد وسطر من غير تزايد لغاية لما اوصل للقطر بتاع الشنطة اللي انا عايزها يعني احنا القطر دوت اعتقد 20 او 22 سمت انا حبقى اسها معاكم انتي ممكن تبقى عايزة الشنطة اكبر من كده كطرها اكبر من كده فطبعا دوت على حسب انتي المقاس اللي مريحك واللي عايزة هنشتغل زي ما قولنا كده بنفس الطريقة هنشتغل قطعتين هم هنشتغل زي كده قطعتين نفس المقاس ونفس عدد السطور طيب لو احنا هنا عدينا السطور اللي انا اشتغلتها هقول هنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر سطر واخر سطر اللي هو هيبقى سطر العادي خالص اللي هو مفهوش تزايد طيب في حاجة عايزة برضو اقول لكم عليها علشان ما تقلقوش وانتو بتشتغلو في السطر بتاع الغرزة لما انا بشتغل السطر بدون تزايد لو حسيت ان هي القطعة معاك او وسط حاجة بسيطة كده ما تقلقيش لان هي حتتصبت في التزايد اللي بعد منه ده عادي ما حاجش يقلق لو هي عملت كيرف كده او قواصت معي حاجة بسيطة حتي تفرد معاك مع الشغر تمام وعايزة برضو ايديك تكون مريحة في الشغر ما تبقيش شد الغرزة قوي طيب بعد ما خلصنا القطعتين خلاص هنبتجي نعمل القطعة بتاعة الجناب اللي احنا قولنا هنوصل بيها القطعة الامامية بالقطعة الخلفية تمام فاتباتي انا حالا هقولك انا اشتغلت الشريف ده ازاي برضو هنشتغله مع بعض علشان تبقي عارفة كل حاجة اول حاجة هنجيب الخيل بتاعنا ونعمل غرزة البداية عادي خالص بالشكل دوت وحنبتجي بعدد من السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هعمل تمانية عرض السلاسل او عرض القطعة بتاعة الشمطة ده طبعا برضو يرجع لك يعني ممكن تعمليه تمانية كويس جدا وممكن تعمليه عشرة اتناشر على حسب انتي عايزة يعني الشنطة الكرف بتاعها قدي بعد كده هوت هنزل هنا هوت في اول غرزة هبتدي اعمل غرزة حشو وفي كل غرزة تقابلني هنشتغل فيها غرزة حشو الشكل دوت كده كرس عادية خالص جي عندي اخر غرزة اهيت بعد كده هوت هناخد سلسلة كده وحلف الشغل بتاعنا هننزل بتاحت اه ادي العين بتوع اول غرزة هنسحب الخيط ونشتغل غرزة حشو وهدخل بقى في كل غرزة تقابلني كده هعمل غرزة حشو هي سهلة جدا وبسيطة واحنا قبل كده اشتغلناها مع بعض بس برضو حبيت اقول لكم برضو على فكرتها تاني عشان لو اه حد لسه جديد وما تفرجش على الفيديوهات يبقى ملم بكل حاجة عن الشنطة هنا دي اخر غرزة بخلي بالنا ان هي ممكن تكون غطسة فانا هنديبقى بالابرة الصغنطة دي تحت الدلعين كده ده اول دلع وده تاني دلعه مجرد بس ان انا بس حبيها الغرزة بتاعتي وهعمل غرزة حشو بالشكل ده هنفضل كده على طول هنا غرزة ارتفاع ولف الشغل وحتجي انزل تاني وغرز حشو عادية خالص زي ما حضراتكم شايفين كده هرتفع بقى بالاضوار بنفس الطريقة دي كده لغاية لما اوصل انا هنا كده ارتفعت شايفين حضراتكم انا برضو كنت هنا بجه بثمن غرز وابتدت ارتفعت بيهم بالاضوار لغاية لما وصلت لغاية طول معين كده وبعدين انا ما فصلتش الخيط هنا هوت علشان خاطر ممكن وانا بركبهم يطلع الشريط اللي انا عملته دوت صغير او قصير فانا ابتدي اشتغل كام سطر تاني لغاية لما اوصل للمقاس المناسب ليه الشنطة بتاعتي تمام كده طيب بعد كده هوت بقى احنا هنبتجي نعد السطور بتاعتنا ونعلمها بالماركر تمام علشان خاطر نشوف احنا هنقفل فين الشريط بتاعنا دوت هنركبه من فين لفين علشان كمان نسيب مساحة للايد بتاعتنا هتتركب كل دوت هنحسبه تمام وهنزبطها وهرجعلكو عشان خاطر نشوف هنركب الجنب بتاع الشنطة زي انا هنا عديت زي ما حضرتكم شايفين كده انا عديت دول تلعوا معي تلاتين غرزة تمام فانا كده هوت علمت هنا سبت تلاتين غرزة للفتحة بتاعت الشنطة وزيهم بالزبط في الناحية التانية تمام كده تلاتين والله بعد ما قفلت ولقيت حسيت ان الفتحة كبيرة مفيش مشكلة ممكن اصغرها شوية لكن ماينفعش ان انا اسيب جزء صغير وبعد كده بعد ما اشتغل افك كله تاني فاميلي برضو حسابك في النقطة ده هيت تمام طيب احنا هنا هو كده هنشيل دي دلوقتي حاجي هنا انا كده بداية السطر عندي انا جبت الابرة بتاعت التنظيف ولضمت فيها الخيش وهاجي هنا هبتدي كده هجيب ده الشريط بتاعي اللي انا عملته وحاجي هنا اول حاجة احنا هندخل في اول غرزة بالشكل دوت الخيط بتاعنا هنسيب مسافة كده من الخيط وهاجي هنا هوت خش كده تحت الدلعين ممكن دلع واحد وممكن الدلعين على حسب ما انتي اه مش مشكلة يعني انا هشتغل تحت الدلعين علشان خاطر اه الدنيا يعني تبقى كويسة او هنسحب الخيط كده هجي هنا هربط مفيش مشكلة بعد كده احنا هندري كل الخيط دهيت احنا كده ربط ربطتين جامدين وحط دي هرعضي بقى كده ده الوش بتاع الشنطة معنا كده الخيط كده حاجي هنا هوت لو عايزين يسيب الدلع دوت مفيش مشكلة انا هجرب ااخد الدلع الخلفي للغرزة وادخل في الغرزة المقابلة على طول لها يا جماعة لو حد عنده حساسية من من الخيوط دهيت علشان الخيوط دي بيطلع منها آآ شعيرات صغيرة كده هوت ممكن يلبس حاجة يلبس كما ما هو بيشتغل علشان الخيوط بتتير من من الشغل هقربها الكوهية كده احنا خلاص حين هوتخدنا الغرزة دي هجي في الغرزة اللي وراها هو انا كده اشغل على الدلع الخلفي للغرزة وهاخد هنمشي كده خياطة عادية بعد كده الغرزة الوراها في الغرزة المقابلة لها خياطة صراجة عادية خالص اهي في كل غرزة بتاعوه بالشكل دوت تاني هنشتغل بالطريقة دي كده في كل غرزة قدام الغرزة بتاعتها بالزبط زي ما حضراتكم شايفين كده هنشتغل كده شايفين اخلت ازاي معي والشكل بتاعها كمان حلو حتى لما خدت انا ضلع واحد برضو فرقت فاني ماشي مع نفس الشكل بتاع الغرزة شايفين طيب احنا هنكمل كده خياطة عادية خالص حوالين ما نوصل لغاية العلامة بتاعتنا شايفين هنا هوت انا عايزة وريطه كده شايفين شايفين انا كده لو انا مشيت خياطة لغاية هنا بصوا الشريط معايا وصل لغاية فين علشان كده انا ما فصلتش الخيط بتاع الشغل وهكمل عليه تاني بالغرز لغاية لما اوصل لغاية العلامة بتاعتش هنا تمام فاحنا هنشتغل لغاية لما نخلص هقفل الجزء دوت وكمان هركب الجزء التاني علشان بس وقت الفيديو وهرجع لكم علشان نركب ايدي شنطة ونشوف هنشتغل نكمل ازاي رجعت لكم حبيبي انا كده خلاص زي ما حضركم شايفين كده خلصت خلاص اول جنب هنا هوت وقفلت من هنا كويس جدا عند العلامة بتاعتي هيت تمام عايزة بس اقول لكم هنا هوت على ملحوظة اه دي القطعة بهية فيه ناس بتحب تدعم الخيش بقطعة بوري اه ده دي المرحلة بتاعتها اه لو حابين هتجيبي البوري وتقطعي على مقاس الدايرة بتاعت الشنطة ويبمسدس الشمع هتبتدي تلزقي على الشنطة بتاعتنا كده هوت تمام قبل ما نقفل الشنطة خالص اه كمان لو حاب هتعمل البطانة برضو هتاخدي المقاس بتاع الدوران الهنا الشنطة وبعد كده برضو هتاخدي المقاس بتاع الجينات بتاعتها وهتخياطيهم في بعض وبعد كده هتبتدي تخلص الهنا هتحط البطانة من من بعد البوري على طول قبل برضو ما نقفل هنا تمام كده الطريقة دي هتبقى سهلة بالنسبة ليكي آآ يعني اسهل من ان انت تقفلي الشنطة خالص كده وتعملي البطانة وتركبيها دي كده هتبقى سهلة قوي وجربوا كده وقولولي برضو رأيكم ايه في الكومنتات الطريقة دي كانت كويسة ومناسبة ليكم ولا لأ آآ طيب ده احنا كده قلنا دي هنا كده مرحلة البوري ومرحلة البطانة بتاعتكم تمام انا بس رجعت لكم علشان خاطر اقول لكم على الملحوظة دي قبل ما تقفلوا الشنطة وبعد كده تقولوا هنركب البوري ازاي طيب انا بعد كده هركبك خلاص هكمل الجزء التاني بتاع الشنطة وارجع لكم انا هو شبكت هنا هوت ادي الجزء التاني شبكت بنى عند العلامة ومشيت كده بالخياطة ورجعت لكم بس دي كده عشان خاطر اتعرفوا برضو انا وقيت ازاي انا زي ما قلنا احنا بنخش كده هوت في هنا الدلع الخلفي بالنسبة لي هنا الدلع الخلفي تمام كده وبشد الخيط كده ودي هنا في الغرزة اللي وراها لطول بسو صراجة عادية خالص كل غرزة والغرزة المقابلة ليها بالشكل لحضر الكو شايفينه ده هكمل ونرجع داني رجعت لكم حبيبي انا قفلته الشنطة شايفين حضراتكم ده الشكل تمام ودي الفتحة بتاعتي زي ما قلت لكم انا الفتحة بتاعتي كده مناسبة جدا علشان خاطر تبقى الشنطة واسعة وانا بحط فيها الحاجة بتاعتي بقى العمق بتاعها قدي ايه من جوه شايفين ولسه طبعا لما نعمل البطانة بتاعتها جميلة جدا وبتشيل حاجات كتير دلوقتي بقى ان شاء الله هنركب اليد بتاعاتنا هنزبط كده هوت من الجنبين وهنعلم كده بعلامة علشان خاطر نحدد هنه هنخيط فين بالضبط هركب اليدين بتاع شنطة وارجع لكم مش زك لحضراتكم شايفينه كده تركيب عاجة خالص بالابرة والفتلة تركيب عاجة خالص بالابرة والفتلة وبكده حبيبي خلاص انا خلاص ركبت اليدين بتاعت الشنطة زي ما حضرتكم شايفين كده الناحيتين شنطة جميلة جدا وسهلة ما خدتش وقت معنا خالص وكمان ما خدتش كمية كبيرة من خيط الخيش وزي ما قلتلكم كده بصو الشنطة بتاعتنا واسعة من جوة زي هنعمل لها بقى بعد كده بطانة ونركبها هتبقى الدنيا سهلة خالص شايفين حضرتكم هنا بعد ما ركبت اليدين دول ده كان المفروض يتركب كده بس زي ما قلتلكم في اول الفيديو ان انا مش هركبه علشان خاطر اللون بتاعه مختلف انا بس بوضح لكم كده لو تركبها يبقى شكله ازاي بتمنى الشنطة تنال اعجاب حضرتكم وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص النهارده بتمنى يكون الشرح كان سهل وخفيف عليكم ولو عندكم اي استفسارات ياريت تكتبولي ونتقابل ان شاء الله في الفيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة